أنتم تتحدث عن الأنابيب تتحدث عن آلاف الكيلومترات أنتم من الصعب أن تحميها تجيب رجال حتى يحموا الطريقة الوحيدة هي تخلي طائرات هليكوبتر وتخلي سيارات حتى تحميها فأعطوا بعض الشخصيات المتعاونة معهم أعطوهم مقاولات لغرض حماية مثلا الخط من كركوك إلى حد بيجي الفتحة وقاموا بحمايتي لكن هذه تطلع بعدين حاميها حراميها لأنه قسم منهم قاموا بزرف هذه الأنابيب وخلق بحيرات يجمعوا بها النفط وقاموا بعدين يهربون هذا النفط ويبيعوا وهذه حدثت في أكثر من مكان